اجتمع سعادة سيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة مع معالي شريباد يسونايك وزير الثقافة والسياحة الهندية جاء ذلك على هامشي مشاركته في مراسم وفعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض والذي أقيم تحت الشعار السياحة والاستثبار الأخضر بتنظيم من وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة الوزير فخر الحرصة على مواصلة الجهود التكاملية في القطاع السياحي بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وشاد الجانبان بالنمو والتطور الذي يشهده القطاع السياحي في البلدين من زيادة ملحوظة في عدد الزوار والتطور في البنية التحتية لقطاع السياحة والسفر مشيرين إلى دور المبادرات السياحية الواعدة التي أطلقها البلدان لدعم الشراكات في القطاع السياحي الخاص لفتح أفاق الاستثبار السياحي وتعزيز التسويق السياحي للمقاصد السياحية في البلدين وفي لقاء منفصل عقد سعادة الوزير فخره اجتماعا مع معالي محمد نوري إرسوي وزير الثقافة والسياحة التركي جرى خلاله بحث مسارات التعاون السياحي وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاع السياحي والاستفادة من التجارب المشتركة وتبادل الخبرات وتنمية القطاع السياحي في البلدين ترجمة نانسي قنقر